اشتركوا في القناة وهناك سيارة للفائز بالمركز الاول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين نسير بكم في هذا الانطلاق الى الصدارة الى المقدمة والى المركز الاول هملوا من يفتتح الصدارة والمركز الاول راشد بن بخيت بن راشد بن حفيظ المزروحي من يأتي على صدارة وعلى المركز الاول مصيحان في المركز الثاني انبفر بن اغلام بن موسى لبلوشي من يأتينا على المركز الثاني في هذه الانطلاق بينما المركز الثالث المركز الثالث والمنطلق هنا على ثالث المراكز كيف منصور بن سعيد بن سالم الفزاري من يأتينا على المركز الثالث وفي المركز الرابع المركز الرابع والمنطلق على رابع المراكز في هذا الاداة الجميلة هنا والتحدي ايضا قادم سراب لسعيد بن سرور بن سعيد لاجتبي من يأتينا بهذا الانطلاق المميز هنا الوصول من شاهين سالم بن راشد بن دغيش لاجتبي من يأتينا على المركز الخامس وفي المركز السادس شمطير هنا حمود بن الزفنة بن السيل الحرسوسي مع شمطير على المركز السادس وفي المركز السابع صغان سالم بن محمد بالضبيعة لاجتبي من ينطلق سابعا وفي المركز الثامن المركز الثامن والد من حاف راشد بن عبد القادر بن حسن لبلوشي من يصل هنا بولد من حاف على ثامن المراكز وفي المركز التاسع يأتينا سلهود لمحمد بن سعيد بن ذامر المنصور وعلى المركز العاشر ودع لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان من ينطلق هنا على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى ذعناها على حضاراتكم في هذا الانطلاق المميزي هو الجميل أعود إلى هملول هملول المسيطر على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول علقت عليه هنا في مهرجان قصر الحصن ونال الفوز والناموس أيضا هنا وتكرم بالزعفران وحصل على السيارة ها هو هملول على صدارة وعلى المركز الأول راشد بن بخيت بن راشد بن حفيظ المزروعي من يأتي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول أم صيحان في المركز الثاني أم بفر بن غلام بن موسى لبلوشي من ينطلق على ثاني المراكز وكيف على المركز الثالث كيف لمنصور بن سعيد بن سالم الفزاري من يأتينا على المركز الرابع في هذا الانطلاق أو المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع السراب للسعيدي بن سرور بن سعيد الاقتبي المنطلق على رابع المراكز وفي المركز الخامس المركز الخامس يأتي صغان سالم بن محمد بالضبيع الاقتبي المتواجد هنا أبو خليفة مع صغان في هذا الانطلاق الجميل وتحدي والإثارة يتواجد بهذا الأداب المميز شمطير هنا مع أبو عبيد شمطير حمودة بن الزفنة بن السهيل الحرسوسي هنا أبو عبيد أم قدم لنا شمطير بهذا الانطلاق المميز والجميل وتحدي والإثارة بينما المركز السابع سابع المراكز شاهين سالم بن راشد بن دغيش اللي اقتبي يقدم شاهين بهذا الأداب المميز والد من حاف قادم قادم والد من حاف هناك أيضا من الشحارية راشد بن عبدالقادر بن حسن نبلوشي من يأتينا على المركز في هذه اللحظات الثامن وفي المركز التاسع المركز التاسع بن وديمة مقدم لنا الفاتن محمد بن السهيل بن وديمة العامري ويتسلل إذا الثامن في هذه اللحظات تاسع مراكزنا يأتي هملول سالم بن ناصر بن سالم المقسور وعلى المركز العاشر المركز العاشر هناك بهذا الانطلاق والتسلل هناك من صيحان بهذا الانطلاق المميز ساري بن علي بن محمد المنصور من يأتينا على المركز العاشر إذا صح الكلام هناك بهذا الانطلاق المتميز مشاهدين ومتابعين الكرام إذن هذه هي الأسماء وأعود إلى الصدارة نعود مشاهدين الكرام إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط كيف كيف من انتزع الصدارة انتزع المقدمة لمنصور بن سعيد بن سالم الفزاري من يأتي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هملول في المركز الثاني راشد بن بقيت برراشد بن حفيظ المزروعي المنطلق على المركز في هذه اللحظات هنا أيضا بهذا الأداء على المركز الثاني وفي المركز الثالث يأتي سراب للسعيدي بن سرور بن سعيد لإكتبي يأتي على المركز الثالث وصغان من الجانب الآخر صغان سالم بن محمد بالضبيعة لإكتبي يتواجد رابعا وفي المركز الخامس هملول سالم بن ناصر بن سالم المكسور يتواجد بهذا الانطلاق المميز وصل أشعار المطوع وصل أشعار المطوع مرحبا بهذا الشعار لحياب بن مطر بن حاذة لإكتبي يتواجد بهذا الانطلاق على ظهر شاهين هنا أيضا يتواجد لحياب بن مطر بن سعيد بن حاذة لإكتبي بهذا الانطلاق المميز الجميل الوصول هنا أيضا على سادس المراكز وأول نداء هنا المنطلق معجب لحميد بن راشد بن عبد المنصوري من يأتينا بهذا الانطلاق وصل أم ياس وصل أم ياس أيضا لذياب بن حمد بن قناص العامري من يصل شاهين لسالم بن راشد بن دغيش لإكتبي يتواجد بهذا الانطلاق المميز والجميل وهنا يأتينا تاسع عن الفاطل محمد بن سريل بن وديمة العامري وعلى المركز العاشر المركز العاشر وبران لسريم بن حمد بن سالم بن سريم لإكتبي المنطلق على المركز العاشر بهذه الانطلاقة والتحدي مشاهدين ومتابعين الكرامي بهذا الأداة المميز والجميل يا سلام نعود إلى صدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشهوب والتغيير التغيير هنا أيضا بهذه اللحظات هنا بهذا الانطلاق يا سلام هملؤل من غير هملؤل من غير على الصدارة على المقدمة على المركز الأول هملؤل السالم بن ناصر بن سالم المكسور وهنا مياس 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 من قلب موازين هذا الشهود رأس على عقب مياس من انطلق بهذا الأداء المميز والجميل ميوس هنا لذياب بن حمد بن قناص العمري من انطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول شاهين في المركز الثاني لحياب بن مطر بن سعيد بن هذا الاكتباء من انطلق بهذا الأداء المميز والجميل هناك صغان صغان سالم بن محمد بن ضبيعة اللي اكتبه وهنا هنا يأتينا هملول سالم بن ناصر بن سالم المكسور رابعا وفي المركز الخامس المركز الخامس معجب لحميد بن راشد بن عبد المنصوري والوصولة هنا من وبران سليم بن حمد بن سالم بن سليم اللي اكتبه ينطلق هناك شاهين اللي سالم بن راشد بن دغيس لاكتبه من يأتينا على المركز السابع بهذا الانطلاق المميز والجميل اعود الى الصدارة اعود الى المقدمة اعود الى مياس على الصدارة مياس على المقدمة مياس على المركز الأول يسيطر على زمام الأمور مياس لذياب بن حمد بن قناص العامري من ينطلق على الصدارة على المقدمة شاهين في المركز الثاني شاهيل لحياب بن مطر بن سعيد من هذا الاقتباء من يأتينا على المركز الثوري والمركز الثالث المركز الثالث معجب هنا لحميز بن راشد بن عبد المنصوري من يأتينا على المركز الثالث وفي المركز الرابع وصل هنا وصل 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 مهيض لمصبح بن نايع بن صروخ النعيمي هنا من وصل بهذا الانطلاق على المركز الرابع وصل وصل هنا تابع يابو راشد هنا ها هو مهيض يصل ولكن الله 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 مجاز شاهد شاهد ومهيض شاهد ومهيض ومعجب يصل لمن الفوز لمن النموز شاهد 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 على الصدارة شاهد على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشهوط شاهين شاهين لحياب بن مطر بن سعيد بن حاذ لقتبي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول سلام هيلي سلام 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 هيلي سلام يعود هذا الشعار يعود هذا الشعار للفوت يعود للانتصارات يعود للتهاني تهانينا تهانينا لبسعيد حياب بن مطر بن سعيد بن حاذة سلام هيلي سلام على هذا الأداة المميز الجميل المركزي الثاني مهيض مصبح بنائع بنصروخ النحيبي المركزي الثالث وصل معجب الحميد بنراهيد بنعرض المنصوري ومياس من موصل على المركز الرابع لذياب بن حمادي بن قناصر عامري هاملور في المركز الخامس السالم بن ناصر بن سالم المكسور من وصلنا على المركز الخامس هذه هي النتيجة للمراكز الأولى مشاهدين ومتابعين الكرام واستطاع شاهين يحمل الرقم واحد ونال الفوز والناموس بالرقم واحد هنا أيضا تهانين لابو سعيد احياب بن مطر بن سعيد بن هذا لا اقتبع على هذا الفوز المميز والجميل لشاهين وسلام هيني سلام لندينة العين مدينة الخضرة والجمال قاطع المسافة في 13 دقيقة 38 ثانية وجزعين من الثانية تهانين والناموس على هذا الاداء المميز والجميل لشاهين بينما المركز الثاني كان من نصيب هناك أيضا مهيض ونتع على المركز الثاني ومصبح بن نايع بن صروق النعيمي قاطع المسافة في فترة زمنية مقدارها هنا 13 دقيقة 38 ثانية ثمانية من الأقزاء من الثانية تهانين والناموس على هذا الاداء المميز والجميل بينما المركز الثالث كان معجب من اتانا على المركز الثالث لحميد بن راشد بن عبد المنصوري 13 دقيقة 39 ثانية وذمانيا من الأقزاء من الثانية تهانين والناموس على هذا الاداء تهانين للجميع بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدين ومتابعين الأعزاء أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركة نرحب بحضاراتكم مع انطلاقة الشوط الثامن الخاص اشتركوا في القناة